واحد يسأل كيفية طرد الخواطر والأفكار السيئة من الذهن نفسه كإن لم تشغلها بالحق انشغلت بالباطل عشان كده العلماء يتكلموا عن الوساوس أنها ده يعرض للفراغ الفاضي فأسرع وسيلة وأحسن وسيلة لطرد الوساوس انشغل انشغل بالحق تنشغل عن الباطل انشغل ابدأ احفظ قرآن وسمع قرآن ابدأ انشغل الطلبة زاكر وانجح وتفوق البنات انشغلي انشغلي اشغلي ذهنك كله بحفظ القرآن وتلاوة القرآن بيتعلم السنة بتعليم الأطفال بالشغل في البيت اشتغلي في البيت ساعدي أمك وساعدي إخواتك الصغيرين وساعدي جرانك هذا الانشغال هو اللي يطرد الخواطر